اشتركوا في القناة 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 كتابة أقدر وصل حق الكيبورد كله معادة تحت ايد واحد يعني تغيير الاموجيز يتغير الارقام وتغير الدولة بيد واحدة أقدر أكتب يعني طبيعي كتابة اه بسبت أن الحواف كذا ممتاز للعب خطير أنا انصدامت الحواف الحادة ممتاز للعب لأنك تجس كذا تمسك ممتاز للعب مريح للعب طيب أقدر أقول والحجم ماله ممتاز للعب أفضل من البلس أنا من النوع اللي إلى الآن أقول لكم راح أشتري البلس وأستخدم 12 بروس 12 ماكس يوم مسكت هذا وقفت قلت ليش أبل سويت يفرق بين 12 برو و 12 برو ماكس يعني 12 برو راح أستغنع البطارية لو إنه برو مثلا يعطيني ثلاث ساعات أكثر عادي بستخدم العادي لو يعطين البلس يعني يعطيني أو الماكس يعطيني ثلاث ساعات أفضل من هذا بطارية عادي عادي عندي هذا هذا مسكته يعني جاي يعني ماذا يقولك في النص لحق مسكة الإنسان الطبيعي وكيف تمسكها خصوصا يعني أفضل شي في الجهاز إنك تلم الجهاز بيدك ما في أفضل من بالشي مسك هذا وجوه الكافر ملا شي مع الكافر مع الحواف هذا والحجم الكبير حرفيا ما قدر أسوي شي فيه ما قدر أسوي شي بيد واحدة كلش كلش فهذا مسكتها حسافة جدا 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 ما بس أبل الشركات كلها إنه جوال شاشة صغيرة جوال الخيس جوال أقل مواصفات من الجهاز الكبير لازم الشاشة الكبيرة فيه شغلاتك حرام جدا أنا عن نفسي أبي أخذ جهاز صغير أبي أخذ هاي اند يعني في كل مواصفات مثلا النوت تين ألترا النوت توني ألترا بس يصير صغير نوت توني ألترا مني؟ بس إنه في كل شي طبعا نوت توني ألترا ما لنا إحنا سناب دراجون موب إكسنوس كل شي نفس اللي هي البتر اللايف نفس كل شي بس تصغير حجمه ويلاقي تصير فيه كواد ومية عشرين في ناس الوقت بس أنا أقول لك كمواصبات في الجهاز يعتبر توب يعني قبل صج حطت ميزاتك لكن لو الأشخاص في الأندرودي نزلون نفس الحجم يعني يعتبر فلاك شبدة في نفس في كل شي وكل فرق لحق فئة يمكن أقول خمسة في المئة من الناس رح يستخدمون هناك يعني أنا كرجل ما يصور واجد أصور نادر وحتى من تصور واجد يعني شلي هناك فيديو عشان تركض عشان ما تشوف اهتزاز 2.5x ينفع هذا الاهتزاز إذا نروح المحميات محميات باركس يلستون وهذا إذا نروح حق الغبات وهذا يعني هذا مكان حلو يعني عشان انت تمشي تشاغلا محميات لا ذاك شي جريت سنسر شفت اللي حطين هناك أعرف الديزاين الثاني زي اللي هي الفل فريم لحق DSLR زي دير اللي يحطون للسيبليزيشن على اللي هي السنسر نفسه مهم باللنز في الأشياء الثانية هذي الحين تعتبر أعلى لعبة اللي هي Genshin Impact أعلى لعبة تستخدم قوة الأجهزة هذي صج توريك إذا الجهاز لأنني أبتميز اللعبة ممتازة توريك إذا الجهاز يستحمل هذا أنا شغلتها ما بعد حرك شيء والجهاز قم يال فيه تحت شوي قم يال فيه شوي هذا ما بعد سوي شيء هذا ما بعد سوي شيء أنا لعبتها من قبل من قبل كم ساعة لازم تدخل العددات تروح settings تروح graphics وترفع طبعا هذا هو يجي default high تحطه له highest بعدين أرفع الفريمات لستين أعلى شيء تقارنه هذي لأنه موجودة في PS4 و PC وهذا ولي بسبب أنها صل شايد تتقارن ترى بال هاي اند PC تغيرها بال بلاي سيشن 4 بالإكس بوكس تقارنها بها سجلنا في دقيقة اللي نتكلم عن إذا فريمات يطحون فريمات تطيح بناية اللعبة كل اللي تلعب هذا مرق طيبة ما تطيح دخلت المدينة دخلت عند ظل وناس تطيح المشكلة الكبيرة الفرق الكبير ما بينهم يعني هذي بس ما من الجهاز نفسا وهم ما بمخلينها لأنها يعرفون الجوالات ما تستحمل الجوالات الجوالات بس يعتبر بس قارن تقارن تقول مثلا الإيباد برو الجديد إذا حطوا لها شوية زيادة زيادة لأنها شف طالع هذا يمشي الظل على فريمات أقل من اللعبة بس اللعبة تمشي سمود ارتفع ثالثة والإضاءة بعد رفعها ما تكسل إضاءة انا أحرق الجهاز أحرق الجهاز خلي صج يشب لا رفعت الإضاءة حتى لو ما تلعب لا رفعت الإضاءة برضو ولا شيء هذي بس معلي تحس أن اللعبة هذي هذي من البي سي جات في الجوال هم نازلة في نفس الوقت كيف مع البلس مثلا من الجوالك هناك شو الفرق هنا تحس فيه البلس مالي معنى ما يتغارن إن هذا حتى لو أن أندرويد صاح لكن جهاز عمره سنة هم تشلون بس أوكي شو الفرق البلس مالي الحقيقي ما يقدر أمكسها كده وتثبت على 60 فريم أوكي والهيت كيف تتثبت هذي ترد هذي ترد أغلب الوقت على 60 أوكي أكثر الوقت أوكي وهذا صج نار سبعت حرارتها بس أن الجهاز يشب أكثر بسرعة هذا معنى فيه كولنج ما كولنج هذا الشي فارحين وهذا ماضي أوكي أنتم شاهدين كم تخذ دقيقة دقيقتين ما شغلت اللعبة هذا حار ويستحمل يستحمل جلسة تلعب فيها ساعتين الجهاز ورا كله حار بس عادي معاك عادي شف طالع الفريمات تطيح شوي بس إذا البلاي سيشين فورد يطيح الفريمات إذا شغلها فيه فيعتبر جمب كبير في المعالج في الألعاب جمب كبير في المعالج للعاب وجمب كبير في اللعب إنه السه هذي لعبة صج يستاهل أنا قديما تعرف اللي يقولك طلع صورة اللعبة قنشن إمباكت هذي يسمونها هذي اللعب اللي في الوسط هنا مادري هل راح تبين عندكم ولا لا هذي يسمونها هذي يسمونها زلدة أوكي نفس الحركة شبتها أعتبر زلدة الفقارة هذي هذي لا هذي أنا قديما تعرف اللي حت الشباب كلهم يستاهل يشتري الآيفون جديد ولا السامسونج الجديد قل لا أشان باب جي جهازك يعني جهازك ما لسنا راحة تشوف عنده برو 12 برو ماكس 11 برو ماكس يقولك بشتري الآيفون الجاي أشان باب جي ما يستاهل طيب بس هذي صج يستاهل تشتري آخر جوال أشان تحاول إنك تثبت الفريموت على ستين وتجربت على إيفون إضافي إذا هذا ما يستحمل في الحرارة و جوالي ما يستحمل جوالك يعني بيستحمل جوالك شون هو ما يستحمل بس يعني جوالي بين هذا وبين جوالك إيه إذا هذا ما يستحمل يثبت على ستين أربع دخل المدينة يعني إذا بنصير دقيقين دخل المدينة يعني بالتأكيد جوالك ما بيستحمل وبالتأكيد جوالي ما بيستحمل حسنا قم يقول لي ما طفيت الواي فاي قم تقول لي طفيته ما دار اني طفيت الواي فاي ما شاف القطع احطان ال LTE في الجوال بلايفون ما تحس بفارق بين السويتش هنا في امريكا ما ادري في دول بس انا صوي كثير هناك ما ادري عن الفيستاين بس هناك عندنا في فارق ما بين انا اذا كلم الشباب اللي اطلع من البيت ويحول ان انا في ال جوجل دول يقول لك انا حول انا اذا كنت ما طفيت الواي فاي وقنت امشي برة تشوف الواي فاي وصل حبة واحدة ما بعد يحول تحس بفارق لكن انا اطفيت بسرعة ما حصل بفارق لا بس انا اقول لك انه مشغال انا ويعني كامل وجه يتفاصيل الصوت على 400 هنا الصوته هو وجهه وكل شي ننته سريع عند ماكس 12 طيب فال 5G 5G ممتاز انا استخدم تالح وطلعت ايه هذا الاختبار من يبيج الحقيقي ما بتحميل وخرفيط ما هدري من اذا بقضر يألي في كامل الفيلم انا اظهد ايه انا اشوف تهرة دول الخليج علي اشخاص اكثر يأتيوا او او الشريحات في جوالنا احياتي اصلا للشريحة في جوال أنا عندي ناس من الشباب كذا بس أنا أتكلمك عن الأكثرية خاصة هنا أي معنى من هنا نتكلم عنه طلعت بارة قلت أقول بيالله دعونا نختار بارة شو بتحمل دخلت وفتحت اليوتيوب شغلت فيديو 4K وحطيت على 4K طلعت من الوات وحطيت على 4K ومشيت قلت أقول بشوف هل أني وقف يسوي الواتف لأن عندي LTE سويها ويسوي الواتف يأمشي 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 ولكن نعادي كني جلس في البيت كني جلس في البيت وقعد أمشي بشار وقعد أشوف 4K ورافع البرايتنس كاملة حلو الكاميرات كيف صورت شوي شي صورت لولايت صورت هذي يعني ما شقلت دولبي لا لا ما شقلت فيديو ما شقلت صورت لولايت صورت صورت مالي هذي الأشياء ما سيئ يعني كاميرات كاميرات آيفون يعني بس الحمد لله يعني ما أحد قال شي قلت شي لا بس كيف أنت في التصوير حقك تحس أنه مبروف فتاح شي أنت غاهر أنك ما استخدمت ملمس ما استخدمت مزوان يعني الأيفون القديم بس ما شفت شي يعني ممتاز ما فيه تعرف إذا صورت كنا في العصور الوسطة كنا على أيام الصخر أول لا لا أنا كلمك هل فيه جوال ما فيه قفزة كبيرة يعني مقارنة بالجوالك يعني ممتاز في التصوير الصواري أي تصوير الصواري الإظام من خفضة أحسن ببين في أنا شف الديتيلز والسوفتينج شوية أحسن بس خاصة بس فيه جم بين الجوالك وهذا بين جوالي يعني جوالك سمو راحت وهذا جوال سمو راحت أي لا لا السمو الأرض خاصة لو لايت أنا أنا مصور لو لايت أم صور لو لايت الشعر صور ومجربت اللايدر لا اللايدر ما جربتها أه كانت مساحتها طيب صورت لو لايت لأن الشعر من الحوائد صور في صوت تسكننا هذا بال بالسيلفي لا لا بالكاميرا الخلفية آآ آآ يستخدمونه من اللايدر برضو هذا العزل ما عزل عرفتها لا ما بعزل بس هذا الحواف الحواف كان أنتي آيليسينج في الجيميج يعني الحواف ما تصير عادلة في الشعر أنا شعري أوكي طيب كم كم بس ممتاز جدا يعني هذا الآن السؤال عندك شيئا أنا بي أشوف الناص المرفعين في زدع اللزوم في مما حياتي كم كم لا أصدق لا أصدق كم المرفعين في زدع اللزوم حسنا قوي ما حد يقول لك ما حد يقول لك قوي البطريات قوي لا الأرنب كم الديزاين حلو بس هل يستهلت انجزل لشان الديزاين ولا القوة زيادة الكاميرات أقوى لا الكاميرات أقوى لا أصدق أنت عن من أيفون 11 وهذا صح ما يستهل بس إذا كان عندك أيفون 7 أو 8E يستاهل إذا كان عندك قديم يستاهل معروفة حتى لو أن أبل ما صوت الديزاين هذا ولا صوت الكاميرات هذه بس في ناس كثيرين يجون أن ممتاز خطير مكسر الدنيا جهاز يعني ممتاز يعني أبل ممتاز يعني الشي الجديد اللي ما سوا يعني ما حتتوقع بالضبط كانوا بيسونا اللي هي حركة 5G شان حفظها البطارية هذا الشي الحلول هذا الديزاين الجديد مع الفاتر داتا سمارت داتا سمارت داتا لايدار مزمان منحطها في الأيبود معروف أنه بيحطونا معروف ولحق النظارات في المستقبل ويقعد تحسين بس له يتوصل حقا اللي دار بيصير في كل مكان بعدين بصير الكلوة ما للبابل في اللي دار ممتاز جدا بس انت ما استخدمت المكسيف المكسيف لا مستخدمتها جيت حس فيه المكسيف جربتي يعني في الوضع والتركيب شجيت حس فيه أن هلم تغيس نقدر نقدر يعني خاصة لندفع الشركات انت تحول تخلي صد تحول تخلي صد قبل تقدر السنة الجاية تشيل الشاحن وتخلي المكسيف 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 أنا اللي شفت عندك ما عجبت لي بس إذا شبك شبك خلاص بسبة الماقينتس في الايفون هالا في البرو واحدة الحنة الحنة الـ 12 12 برو سغفر الله مزين في الـ 12 إذا شبك شبك فنقدر يعني عالي ما تحتاج تشلك شاحن فشي شاحن تشيله قبل السنة جاية ما بقوم شي عالي تشيله وخلاص مكسيف وتصير ملك طيبة تشبك مكسيف وتقدر تستخدم جهازك يعتبر ويرلس ويعتبر كابل خلاص اتنين معظم هذا تمنى الشركات كلها تروح التقليد هذا أفضل تقليد هذا التقليد اللي ما حل قدر يتكلم عنه التحسين أنا أقول لك أحسن تقليد إذا شركة أصنعت كرسيدة 86 الحين فهذا التقليد اللي ممتاز يعني شركات اللي التقليد مرحب فيه إنك تسوي كرسيدة 86 الشاشة كريستال شيلد وبعد السيراميك شيلد دروب طيحات ما ما نقدر نختبرها يعني لا في طيحات خفيفة ما رح يسوي شي يعني أوكي طيحات قوية برضو في فرق بين وبين هنا في فيديوهات كثيرة لكن سكراتش رزيستنس بيكون أوكي أفضل ما رح يكون أفضل بالكاد أفضل بالكاد فلازم تحط حماية لازم فراح تشوف خدوش في الشاشة لكن ما رح تنكسر بسرعة الشاشة الأمامية نوش الخلفية الأمامية والأطاري الأطاري للمكسيف قبل شوي الآن دخلنا في يعني يمكن في الشيف مشاكل جيدة رح تطلع بليز لتحط بطايقك الصراف في نفس الجيب اللي مع المكسيف رجاءً بطايق الفنادق كروت الفنادق فتح الباب انتبه تحطهم مع المكسيف في نفس يعني بدون أي شيء تحط البطاقة تحط جوالك وتحط البطاقة عليه بدون غلاف بدون أي شيء حامي انتبه تحط البطاقة البطايق اللي فيهم شرائح بطاقة أبو هذا السبب اللي نزلت البوك الجديد لأن البوك في حاجز داخل وتكلمت عن البول أنه في حاجز هنا في مغنت تحط البطاقة مثلاً داخل البنك داخل البنك داخل فندق وعندك بطاقة طلعت تتمشى وخلت البطاقة على نفس الجوال فمخباك ورجعت رح تفتح الباب ما رح يفتح الباب مثلاً ليش؟ رح يفرمت المغنت اللي هنا المغناطيس رح يفرمت البطاقة حقتك فانتبه تسوي هذا الشيء حتى بطاق الصرف يعني انتبه تحط بطاق الصرف لا هذي إن شاء الله المغسايف إذا يعني عمثاً كل الجوالات قلبت بدون وقلبنا هذا يعني مغناطيسي ويرلس شارج مغناطيسي كلها ثلاث سنين أربع سنين وبعدين خلاص نوصل على تشرو ويرلس اللي تشبك البلايج إن شاء الله تشبك البلايج وتصير حوالي كم من متر جنبه عشان تشحن بعدين أبوغن كنت رجع دين عشان تشحن لا لا تصير الشحن الويرلس من هذا الويرلس عن بعد من هذي الفتاة طيب الكاميرات تكلمنا عنها ما نقدر نشوف قبل البرورو للآن على نهاية نوفمبر تقريباً أتوقع على يوس 14.3 إذا نزل بيتا ولا شي بري رح نزل لأن 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 تقريباً لأن 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 انت ما تدري اذا كنت تدقق على الصور وتعرف رات احس اوه هنا ترى الشقات دي في بوضع اذا كنت انتم مصور يعني محترف لاني انا دورت عنها بدور ما مش موجودة هي تشتغل وقت ما تحتاج ووقت الاضاءة والاشياء دي تشتغل بحالها فالان موجودة على جميع الاجهزة تصور كذا تسع صور صورة بالاضاءة بالالوان هنا وصورة بالالوان هناك وتدمجهم كلهم في الصورة تصير لك صورة الشارب فهذه الاشياء نتكلمنا عن الداتا قبل 5G 5G حين طبعا في الايفون هذا شوف يوم نزل LTE دام شقل لنا لان اول ما نزل الفيس تايم كان تكلم الفيس تايم بس على الوايرلس على ايفون 4 ذيك الفترة طبعا اكثر اشخاص معارفون ذيك تشيل ان اول ما نزلت الفيس تايم ما كانت تشتغل في الدول الخليج او في السعودية بعدين يوم نزل LTE على الايفون 5 في الدول الخليج هنا في امريكا 4S شقلوا الفيس تايم على ال LTE يوم شقل ال LTE وصلت لها وقت قوة محددة اشتغلت كويسة فاشتغلت الفيس تايم على ال LTE الان حتى الداتا حقتك لو قصدي تحميل السوفتوير حق الجهاز حقك تقدر تحمل على ال 5G قبل ما افتحت على ال LTE بس لا يقولك يحين ثابت افضل فتقدر تخلي ال 5G يكون يقدر يحمل الداتا على الجهاز حقك او السوفتوير حق الجهاز حقك والداتا او 5G تقدر تخشل ال ال LTE وتحول بينها يعني تخليها Auto مثل ما قد تكون عندك طلع 5G لكن وقت الاستخدام FaceTime او وقت الاستخدام الWhatsApp لا يشتغل 5G تقدر تخلي على طول 5G ما تقسم ذي الشي ما تنزل وتركب كيف يكت كلها وبرضو الان الهوتو سبوت في الايفون الجديد تقدر تخليه على 5G تصويته للشركة تشبك على الجهاز الثاني طيب هذا كل اشياء اللي تكلمت عنها اوه وكيف تقدر اخذ لي 14 ساعة في ايجي 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 الاشي تشبك لن يجي هنا في الغرفة فالشقة عندنا اوه لا استكداخل ايجي برا على الشرعة هو أفر لا لا يظلنا نجرب تشبك لنه حتى هنا سريع انا موصل 300 برا ما وصل عندي هنا 300 مايوصل هنا 300 ايجي ممتاز بس ما موصل هنا 300 ايجي ممتاز بس ما موصل هنا 300 على الشرعة يوصل عندي اوه عندك شي تاني ملا بس فهذا الكلام كله انتول تحكمون هذا حكم شخص يستخدم اندرويد انا اتكلم لكم خريفة عن الجهاز اهو الجهاز ممتاز افضان وقليل كل شي بس هو ما هو ديك القافزة اوكي ما تنكرت انا ما هو ديك القافزة لأغلب اليوتيوبر قد يرفعون فيها ماادري ليش اليوتيوبر رفعون فيها في ناس كثيرين يكرهون الايفون تبع اندرويد قاموا يرفعون فيه ليش بس الديزاين لننصج ترى اغلبهم هذول اليوتيوبر الاندرويد كانوا يستخدمون الايفون بس كانوا يستخدمون الايفون على ايام نفسي 4s و 5 على بداية الاندرويد اللي كان اندرويد ممتاز ذاك الفترة بحجة ان البرامج مجانا تبكرة ذاك الاندرويد البرامج مجانا بوك يا ولد كل شي مجانا ترى اقدر روح والمارت الحين واخذ اي شي مجانا في المتجر جوجل بلاي كان البرامج اللي هناك متجرن احيانا في الايو اس بفلوس يوم انتشرته قاموا يسروني شوي بس دي كل فترة هذ كانت الحجة قبل ما ينضج لاندرويد فالان رجعوا لحق الشكل الشكل ممتاز الشكل حلو ممتاز هذي بعدي ساعدك عشان تدخل في بعضهم مثلا انت بتقول بالنسب لي انا كمسكة الجهال شكل حلو بس في ضرب المسكة وشي الحواف هنا موجودة هذي اذا فصلت اسابيع اجلس بدون غلاف الكيرف اللي هنا موجود اريح في الايد بالنسبة لي هنا حاد شارب يألم ألمني هذا الصبع من كثرة ما اضخط وخصوصا هنا هنا في ذا الحركة اني ألمني هنا اذا كان جالس على الجهاز شفتم كبيهات شديد اللي طلعت تويتر يوري ناس صبيحة من كلهم لا ايه هذا المسكة بس اذا كنت من الناس اللي تمسك الجهاز بيد واحدة وخايف ان يقلمك راح اكسترا ولا جرير ومسكه وشوفه يجرب 100% لا تاخذ الكلام حقنا بشي انه سلبي او ايجابي مثلا انا قلت شي سلبي حدا على المسكة علي قال شي ايجابي على المسكة انت في النهاية براحت تحتكفر انت في النهاية رحت تحتكفر وتسكت من الجهة ومثلا شي انت على حسب ايدك على حسب مسكتك كبر ايدك شغلات كثيرة وطبعا ما في كثار يمسكون الجهاز كده اغلب الناس يمسكون الجهاز كده واذا مسكت الجهاز كده ما بتحس بفرق ما بتحس بفرق فهذا overall تنصح لاشخاص اللي يشترون لائفون هذا اللي عندهم وشي مثلا لائفون 10S و 10R يشترون لائفون 12 إذا جهازك شغال ما فيه عافية لا يحتاج إذا تابي الصج يعني مثلا كنت دخلت في الموبول و مثلا تلعب و تشوف جهازك ما يستحمل على أقوى ما فيه جهاز ثاني تروح تاخذ عشان إذا تلعب ما فيه إلا هذا ولا تجي تحتاج بعدين تقول بطرية تخلص بسرعة شي طبيعي شي طبيعي يعني أنت بتلعب ألعاب أخذ الماكس إذا تخلص بطرية و برضو بتخلص بطرية بس إنك لا تحتاج عندك ألعاب يعني شي طردي أو عكسي تجي هذا لازم ينزلها شي طبيعي يعني لابتوبات لابتوبات الجيمينج كم يجي سمعك لشق الله بدون مطرية بدون تدخل وتنزل الرفرش كم يجي سمعك ساعتين ساعة ما حد يحتاج بس تقدر تسوي شغلات تحس هنا بس يظل ما يتقر شي طبيعي أنت رأي حق الجيمك شي طبيعي هذا الشي يعني ليش فيه سيارات حين عشرين عشرين تصرف كهرب أو تصرف بنزين ديك هذا شغلها انت شغلك ذي الشي كذا هذا ذي شغلك انت بتلعب ألعاب قوية ما في ذي الشي يعني أرجع أقول لك بتبي بطارية هذو كبر الجهاز عشان تلعب ألعاب يجي سمعك أربع ساعات سبع ساعات ثمان ساعات ما في ذي الشي يعني انت الشي طبيعي تبي جوال وتلعب فيه بتاكل بطارية هادي الشي المصنوع حتى لو إنه بعد عشرين عشرين يعني عشرين ثلاثين في المستقبل راح توصر مثلا الجوالات ممكن يجلس معك سبوع استخدام مع الألعاب لازم يجلس معك يوم أو يومين لازم دي الشي طبيعي يعني كل ما يزيد الشي سبوع مثلا لو نفكر فيه يعني شي وار تبنيات بطارية جديدة وار لازم مع الألعاب الألعاب هذو القوة اللي بتخدها لحق الجهاز بس لازم تستخدم القوة بس مثل ما قلت سنت كنا واحد شار سيارة واربع ومشمين ساعة كل ثواته بعده يقول اس سيارة تصرف بانزين شلي تابعي يعني؟ لا تدعس ادعسك بس فعندك شي ثاني؟ لا أقدر أقول وأتكلم إن هذا أحسن جوال جيمينج من المسكة من القوة من كل شي يعني راحة المسكة الماكس بتأكيد بصير أحسن من بس الماكس عندك مشكلة اللي هي حجم الجهاز على حسب إيدك إذا إيدك كبيرة جدا وهذا صغير عليك الماكس بصير لك أحسن جهاز جيمينج وإذا إيدك صغيرة طبيعية نفسي هذا أحسن جهاز جيمينج بس وليفون 12 موش الـ 12 وبرو جهاز جيمينج خذ ليفون 12 جيمينج نفس الشي ليش تشتري هكذا الشي هذي شاشته أحسن بس أوكي نفس الشاشة نفس الشاشة نفس الشاشة فنفس الشاشة أهم نفس الشاشة أحسن جهاز جيمينج كنهاية أنا أقدر أقول علي قال أحسن جهاز جيمينج خاصة الماسكة بعد الماسكة مهمة جدا أحسن جهاز جيمينج إذا بتلعب جيمينج أحسن جهاز فيديو إذا بتصور فيديو أحسن جهاز يمكن عزل ببعنة في الليدار نشوف مغرانة كدار فوتوغراف أنت شوف أفضل جوال تصوير فيديو وشنه؟ أهو من زمان دايمن أبو الله هالشين تريبا كم ثلاثة أربع سنين دايمن أبو إذا نزلت جهازها أحسن جهاز تصوير فيديو ثاني إلى أول جهاز تصوير صور على حسب سنة البيكسر الآن البيكسر رحمه الله أفضل جوال تصوير صور هذا الأشياء يعني ليش ما حطوا المية وعشرين نقول لك اهنا نرجع مرة ثانية ونتكلم عنه بسرعة المية وعشرين يقولون أن البيكسر تدعم بس درايبرز وإذا كده موضوع يعني تحليث يعني المفروض قبل تقريب تفتح بتحليث لا تبي الادابتف الاكتف إذا قدروا يضبطونه درايبرز قدروا ينزلون تحليث درايبرز بس ما أنا أتوقع أن الجهاز كجهاز هل نحطه في 5G أنت تقول عائلة تمنيت المية وعشرين أحسب أكثر من 5G تمنيت المية وعشرين أكثر من 5G الالتي ممتاز فيها لكن في دول الخليج هناك 5G عندكم أحسن من الالتي وثانية حاجة الـ 5G اللي حطتها أبل هنا هذي الشي الممتاز لأنه دافع للشركات أو يخلي الشركات بسرعة تشتغل على الـ 5G هناك في السعودية اتكلمت اليوم في تويتر شركات صلاة اندنة انتين في السعودية انه يالله جرسي ندخش الـ STC تهو متكلمة أنه راح تخش على 300 و 400 منطقة في السعودية حين قاعدت تشتغل عليها بسرعة زين نزلت وفتح وتشوف الخرائط زين هي السباقة عندنا زين السباقة من زمان من اول هواوي نزل 5G ما ادري بمهم ان الـ LTE كان كان في زين اللي فر عليه لانه كان ايفون فايفا وما نزل على 1800 التردد وما كان بس في زين في السعودية بعدين افتحوا شركات صلاة كلها زين اجل سباقة من بداية مع الـ LTE والـ 5G هو كان عندها الـ 1800 من شركات هيئة صلاة يعني القطة الـ LTE صار من حظها من حظها بس افتحوا لهم فالان الـ 5G حلو ان ابل حطت الـ 5G في الجوال لانه براح يسوي دافع بقوة لحق الشركات كلها تنزلة يعني فيه تهويشة من قبل هنا الشركات تشتغل عليها طول هناك عشان يدعمون للشي فشركة حلوة شركة حلوة بس تغريبا هاد الاشياء السنة الجاي السنة الجاي السنة الجاي السنة الجاي لانه في فيديوهات كثيرة قمت تنزل او مش تريدها التسريبات لحق الايفون الثيرتين السنة الجادمة ما بتكلم عنها هنا لانه بقى الله شخص يقولك اوه ما بعد نشترى الايفون هادا كيف تتكلم عن الايفون ترى الايفون هادا اللي موجد انه اللي بينزل بارضو الـ 12 Pro Max والـ 12 Mini حسب حسابك انه باقي عشر شهور على ما ينزل الايفون الثيرتين مثلا صاح انه ما نزل الان ده لكن شهر تسعة السنة الجادمة رح ينزل الايفون الثيرتين صحبة مسكتة 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 لا منك ترفع من الطاولة خاصة مع غلاف لديك شي ثاني؟ لا اكرر واعيد كنا جيم بوي قديم في الماسك بس ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك بغناء واشتراك بحسابي في سناب شات وضغطكم وعمل لايك للمكدع ونشر المكدع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني ما تضعاكم والسلام عليكم